اخواني واخواتي في كل الدنيا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم واتمنى لكم وافر الصحة والعافية شرح بسيط جدا علشان حضراتكم ما نزيل عنكم الالم ونزيل عنكم الهلع اهم حاجة الالق لان الالق هو اللي بيزود الالم للأسف طيب احنا هنا عندنا ده النخاع الشوكي تمام ده العصب بتاع الرجل او العصب اللي نازل بيعمل ألم في الرجل وده المفصل اللي بيعمل ألم في الظهر لما بيحصل الانزلاق الغضروفي من ستر ربنا سبحانه وتعالى ان الانزلاق الغضروفي 97% منه يحصل من المكان ده على جزور الاعصاب وهذا لا يسبب شلل ولكن يسبب ألم في الرجل لانه نازل على العصب ده ويسبب ألم في اسفل الظهر نتيجة اصابة المفصل ده بالخشون تمام يبقى احنا عندنا المفصل ده اللي بيوجع الظهر والعصب ده اللي بيسمع في الرجل وده الغضروف اللي بيلمس العصب فيعمل الحاجتين دول تمام الغضروف اللي هو بيعمل انزلاق على النخاع الشوكي هنا ويسبب الألم ويسبب آسف الشلل وعدم التحكم في البول أو في البراز نسبته لا تتعدى من 3% ل 6% من الحالات فأرجوكم مفيش داعي للألأ خالص لو الغضروف جي في الناحية دي هيعمل التهف العصب اللي نازل على الرجل وخشونا في المفاصل بتاعت الفقرات يعمل ألم هنا اسفل الظهر ويقولك بيسمع في رجلية بس حتى لو الفقرة دي اتحركت برضو مش لازم نعمل تسبيت فقرات لكن لو الفقرة دي اتحركت ضربة النخاع الشوكي بقى تعمل تسبيت فقرات لكن اتحركت جد بس في العصب وفي المفصل ده تمام يبقى حضرتك بنعمل هنا للمفصل ده حقن بمعاملات النمو وتردد حراري وللعصب ده بنعمله حقن وتردد حراري وتسليك بالأسطرة تمام ده الشكل اللي بيحصل في اقول ايه بالزبط 97% من المرضى وده من ستر ربنا سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرة تانية او